استقبل وزير الخارجية الأنغولية تيتي أنتونيو سفير الجمهورية الصحراوية لدى أنغولا وناميبيا حمدي الخليل لميارا في مقر الخارجية الأنغولية بالعاصمة لواندا بيان عن وزارة الشؤون الخارجية الأنغولية أكد أن المباحثات تطرقت إلى قضايا وملفات متعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى تجديد المواقف المشتركة حيال عدد من القضايا القارية والإقليمية البيان ذكر بالخلفيات التاريخية التي تميز القضية الصحراوية باعتبارها إقليما مدرجا ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقليم التي لا تزال تنتظر تصفية الاستعمار موضحا الوضع الجغرافي والسياسي للإقليم